البارحة وعلى شاشات ومنصات الشروق تم بث يوم مفتوح خصصة لجمع التبرعات لأهل غزة فبعد نجاح القافلة السابقة في دخول القطاع ومستشفياته تبرع الجزائريون مرة أخرى ولكن هذه المرة كانت تحمل رسائل عفوية وإنسانية خطفت قلوب المشاهدين والمتابعين لمنصات الشروق على السوشيال ميديا في اتصال هاتفي مثلا على المباشر من مواطن من ولاية الأغواط سمعنا مبادرة متفردة ومتميزة الرجل لا يملك إلا عمل يده لا يملك إلا حرفته ومهنته وهي الطبخ وبهذه الطريقة قرر دعم المرابطين هنا في غزة أما عن المواطنين الذين يسكنون بالقرب هنا في العصم مشاهدين فتنقل بعضهم هنا إلى مجمع الشروق وكانت من بينهم هذه السيدة الججلية التي أتت ببعض المال الذي قدمته صدقة كما قالت ترحما على فقدان عزيز على قلبها لنشاهد الفيديو كما يقال لا تشكل للناس جرح أن تصاحبه لا يشعر الجرح إلا من به ألم هي أنا متأكد هذه الحاجة الرائعة الجميلة إلا ما يكون في أسرتها شهداء ومجاهدين الحمد لله رحمة الله عليك رحمة الله عليك ابنها شهيد فبالتالي لن تشعر إلا بك وهذه فقط مبادرة تالتة من لي رحمة الله عليك كثر خيرك حجة ومسانة سناسك ورح توصل بإذن الله مثل ما وصل في مساعدات لسبقتها لأنه هذه المرة التالتة وبعد هذه السيدة قردم إلينا متبرع آخر رفض الكشف عن هويته وتصوير وجهه وقدم مبلغ خمسون ألف دينار خمس ملايين وهو ما يعادل راتب شهر أو أكثر مبلغ يبدو بسيطا ولكنه ليس بالهي فهو يكفي ليكون أرغفة خبز لأطفال مزج طعامهم بالدماء هناك في غزة لكن دماءهم مزجت بأنهار الجنة الفيديو استقبل متبرع جاء لأشروق الإخبارية من أجل التبرع بمبلغ مالي في إطار الحملة حملة التبرع من أجل غزة لا يرغب في الظهور طبعا لكنه سهم بمبلغ مالي فضل سيد حتى وإن كان لا يرغب في الظهور بالبلاتو لكنه نطلب فقط من الزملاء عدم تصوير وجه المتبرع طيب أشكرك جزيلة الشكر لرصد هذا المبلغ المالي الذي وصل اللحظة بالأستوديوهات بالمبلغ طبعا متبعية شروق الإخبارية في هذا المبلغ الذي وصلنا أشكرك جزيلة شكر سيدي جزاك الله الخير إذن رصدنا لأول مرة المواطن الجزائري الذي اختار أن يحط الرحل هنا بأستو جهاتنا طبعا بعد ما قررت شروق الإخبارية إقامة هذا الجوم المفتوح رأينا أم من تبرعت بحصالة أولادها تلميذ ابتدائي تبرعوا بمدخراتهم رياضي طلبا كفل طفلة فلسطينية وبرلماني صحفي فنان شيخ حاجة كلهم يجاهدون جهاد المال ويستمر الجزائريون في تقديم يد العون لإخوتهم الفلسطينيين الذين يردون عن أنفسهم بطش وظلم خريجي معازل الفيتو على رأي أبو عبيدة ونسمع عن بعد فطوبى لسامع على البعد محروم وليس بناظري وننظر عن بعد فطوبى لناظر على البعد محروم وليس بشاهد وإن زار يوما حال دون مبيته بمنزله جيش كثير العساكر ورغم أن شعارنا المتوارث عندنا هنا في الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة إلا أنها لم تكن يوما ظالمة بل قضية الحق يس ينصرها الحق بأيد حق نذهب إلى التعليقات ونبدأ بسمية التي كتبت على فيسبوك نعم إنه شعب الجزائري الحمد لله أفتخر وأقولها بكل اللغات إني جزائري أما التعليق الذي يليه فنقرأه لشافيا التي كتبت نحن نؤمن أن جهاد الماذ فرض علينا ونمنح الفلسطينيين أموالنا غير أسفين عليها بل لو كانت لنا الفرصة لمنحنا القضية أرواحنا أيضا نقرأ لفاطمة التي كتبت هؤلاء المتبرعون يعرفون معنى الثورة والحرية إنها أشياء لا تشترى